قال ترامب القدس لهم وقال الله عز وجل فاذا جاء وعد الاخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا قال ترامب لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لانجاز هذه المهمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم قيل اين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس واكناف بيت المقدس قال ترامب ان شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولا بد ان تقبل بما عملنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل اخر هذه الامة الدجال قيل اين هم يا رسول الله قال انتم شرقي نهر الاردن وهم غربيه حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر او الحجر فيقول الشجر او الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتله قال ترامب لابد للعرب ان يعتذروا عن الحروب التي خاضوها وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اما ان يقتلنا كلام ترامب واعوانه واما ان يحيينا كلام الله ونحن على مفترق الطرق لانهم يخوضون حربا عقائدية يقرؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه ونحن امة اذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا نحن اليوم في حالة ضعف والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا فان الله عز وجل يقول وتلك الايام نداولها وقال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليهم من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب فان كان هنالك من كلمة نقولها فانا اقول لك شكرا ترامب لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد امام شخصيته وقلبه ومؤاده اشتركوا في القناة